موسيقى الاستعداد المبكر حبيباتي يعني أنك تعظمين رب هذا الشهر وتحبين القرب منه والفوز بمرضاته ولبس أجمل وأكمل للمرء من أن يذهب لله سبحانه وتعالى يعني وليس أجمل وأكمل للمرء من أن يذهب إلى الله وهو مستعد الله أنا قاينك يا رب وأنا آتيك بتقصيري وبعيبي وباجتهادي باجتهادي اللي يا رب لا أعلم إذا كان هذا الاجتهاد مناسب أو يليق بك يا ربي ومع ذلك أنا يا رب آتيك هذا استعدادي يا رب هذا جهدي يا رب آتيك بالله عليكم ألن يعينني الله فيه على الطاعات ويهيئ فيه نفسي إلى أن أستاد لما أنا أروح لله وأنا راغبة ما أروح لله وأنا خلاص ترى هو شهر لازم نصوم كلنا نصوم وخلاص نصوم لكن في داخلها وفي داخلها مو تقول ما عرف حال مو ده الصيام حال تعب حال هال كان ما الغصب ويمكن ما حد يعرفه من تحت لتحت يشرب ولا يأكل ما حد يعرفه الله أعلم به يتخفى عن الناس لكن ما يتخفى من الله لا يحوز الفضل إلا من سعى له سعيه وأفضل سعي هو أنش تستعدي حتى تحوز الفضل يعني أنت بغي الخير بغي أكبر قدر من الخير استعدي يقول ليش بغي تنجح في الامتحان استعد للامتحان بغي تنجح استعد ما قاي قبل بيوم من ليلة الامتحان تقول أنا أستعد انتظر عقب النتيجة بغي تطلع الأول عندك هدف اشتغل للهدف ركز عليه ابذل قهدك فيه أولا أنا بغي يا ربي استقيب لي دعاء نزيل استعد بغي يا ربي يحقق لي المعجزات نزيل استعد يا أخي ابذل تحرك وعقلت إليك ربي لطلب لهفة لهفة أصلا معروف أنه النفس تمتلئ بالذنوب وتمتلئ بالمعاصي وهذه الذنوب أصلا لخبطت حياتنا طول السنة وكل مرة يطلع لنا مشكلة وكل مرة يطلع لنا تحدي نخرج من مشكلة وتنحل مشكلة تجي بعدها مشكلة أو إنه صالنا فترة في مشكلة ما وإحنا ما عارفين نخرج منها فوالله ما المشاكل وما التحديات اللي تجينا إلا هي ذنوب تجسدت لنا ذنوبنا تجسدت ظهرت على شكل مشاكل كذا قولبت بالله عليكم أليس الفطن أليس الفطن اللي أصلا يفترض إنه هو يستعد للتخلص ما الفطن اللي كذاك يسوي طيب الآن نفس الشيء أنا مقبلة على ضيافة الرحمن وقلنا إحنا لما نكون داخلين على ملك نجهز اللبس لكن هذا ما أي ملك هذا ملك الملوك هذا ملك الملوك هذا يريد منك أغلى ما لديك ماذا يريد يريد ماذا قلب بك قهز القلب يريد قلبش ما يريد أنت مثلا واحدة تقول في ناس تجهز الوعيان تجهز السجادة وإن كانت هذه أشياء معينة أشياء معينة أننا نجهز السجادة لا بأس لكن القلب القلب ما له طيب شنا مجهز لكن القلب جهز القلب هذا كالأهم اشتغل على الأهم ولذلك لابد أن تكون التهيئة معروفة أيوة مجهزين الفيمتو عشان يرفع السكر أما القلب ما شيء القلب بعده لا ما بس كذاك ما بس كذاك مخليين رمضان عشان أدعي على اللي ظلمني مخلي أنه ينتظر الشهر بفارغ الصبر هذيك فلانة اللي قالت عني نعم أنه من خاطر بدعيلها في قيام الليل نعم أنا أقولكم هناك من البشر للأسف عندما يتمكن منهم عندما يتمكن منهم حب النفس يقول الشهر إجابة الدعوات الله تعالى يجب الدعوات في كل وقت لكن هي باقية دعوة قوية ليش لأنه تأذت أذى قالت وأذوني بس يصبروا علي متوعد لهم نعم أني ما أتردد كل يوم أدعي عليهم لا ما مشكلة ما مشكلة لكن ليش هذا هدفك إيش هالهدف إيش ذا الهدف نحن سبحان الله والأصل أنه أنا إيش أسول الله تعالى يقول آتني تعال إلي بقلبك والله تعالى لا يقذل إلا طاهرا ما الله يحب المتطهرين ها أليس الله يحب التوابين والمتطهرين أجيبوني صح ولا لا كيف أنا أروح لو قلبي متروس مو ذا يستوي يستوي أروح لا وباغيه وباغيه الكرم يعني مثل واحد رايح عند حد وقاين وأنا مكشر وغضبان مو يقول له يقول لك حمو قيت يوم كذا كلك كروب لو ما قاي يعني لما يكون حد معاكم فرحله صح ولا لا يكون حد معاكم فرحله وواحد مكرب من نفسنا مو نقول له انت حمو قاي كربتنا وارم اليوم كاي كيف يستمتع ونكد على غيره لا هو استمتع ولا خلى غيره يستمتع فبالله عليكم يعني واحد رايح وشال في قلبه ليش تشلي ليش تشلي أعرف قد تأذيتي أعرف ولكن ما عند الله خير وأفضل وأجمل بالله عليش أليس من العقل إنه أنا أفكر في الأجمل أتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى يستوي لا 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 أنا ما أكون غبية وأفرط وإلا ما أكون من المؤمنين المؤمن ذكي المؤمن فطن المؤمن يعرف مواسم الخيرات كيف استقبلها فلا تكن أنت ذلك الغافل تجيب تفكر في مصلحتك وفي انتقامك وأنا أريد لك الخير يريد الله أن يتوب عليكم الله يريد لك الخير وأنت لا أنا أريد أن تقم من فلان أنا أريد أدعي على فلان والله يريد لك أكثر من ذلك إذن اتفقنا على أنه أي استعداد لابد من أنه يكون استعداد مسبق ليش لأنه يخلي المناسبة أجمل ويخلينا إحنا أسعد ونحن نكون أحرى بالفوز ولكن إن كانت هذه المناسبة هي في ضيافة الرحمن فلابد أن يكون الاستعداد لها أفضل واستعداد كل الكلام اللي قلنا هذا ها كل الكلام اللي قلنا هذا فقط تذكير وتنبيه ما نحن مقدمين عليه الآن الشغل العملي نبغى الشغل العملي هنشتغل الشغل العملي ما أعرف هل وصلكم المذكرة وصلتكم هل وصلتكم المذكرة زين الحمد لله إذا استطعتم منكم تفتحوها كان زين إذا ما وصلتكم أنا حاول أنه أنا أرسلكم إياها لحظات خليني أحاول أرسلكم إياها سعطوني أيوة التمارين هذاك هذاك رسلته موجودة في الشات المذكرة وفي رابط الآن الأخوات رسلوا لكم الرابط الله يقزيهم كل خير نعم فيها تمارين وهذه وهذه إن شاء الله نحاول اليوم أنه نشرح جزء منها ولكن تستطيع أن تستخدميها طبعا لاستعدادش الخاص رح نشرح كيف نتعامل معها وكيف نستخدمها عشان بإذن الله تعالى تكون أحد الأسباب المعينات لأنه مثل ما قلنا هذا سبب وهناك أسباب كثيرة كيف أنه أنا أستعد لشهر الخير الفكرة أخواتي ليس أنه هذا المذكرة هذه ما إلزامية ولكن مثل ما قول إحنا إذا كانت المسألة أنه أنا أقدر رب هذه المناسبة فيفترض أنه أنا أبذل قهدي فهذه قهودنا واحدة ممكن تقول لا أنا ما أحتاج واحدة تقول أنا ما أحتاج هذا يعني هي تشوف الطريقة المناسبة لها لكن هناك أسس معينة يفترض أنه نركز عليها عشان نبقى متحمسين لحد ما يبلغنا الله تعالى نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر بلوغ العارفين العاملين الطائعين المنيبين يا رب العالمين فراح نشرح الأشياء اللي موجودة في المذكرة بإذن الله تعالى وشوي شوي نفهم على أساس أنه حتى أبنائنا ممكن يستفيدوا منها يعني إذا عندكم بناتكم أولادكم يستطيعون خاصة أنه القيل الآن يحب واحد ثلاث أربعة يعني ما مثل قيل أول قيل أول يذهبون بقلوبهم فالله تعالى يبارك لهم الجيل يريد واحد اثنين ف